في زاوية محليات نصلت الضوء على كل بلد في مجتمعنا العربي من خلال استضافة ومحاورة رئيس السلطة المحلية فيها وهذه المرة سيكون حوارنا مع المحامي وثم نبواني رئيس المجلس المحلي في قرية جوليس أهلا بك معنا أهلا بك وأهلا المشاهدين بداية لو سمحت تعطينا نبذة عن قرية جوليس جوليس قرية تضم 6700 ساكن دروز الرئاسة الروحية موجودة في جوليس من ناحية أخلاقية وسياسية واجتماعية جوليس تتميز بصفات كثير كثير عالي إذا نحن نحكي مثلا عن المشاكل في المجتمع العربي من ناحية العنف تقصد ظاهرة العنف نحن نقول في جوليس بافتخار عظيم أن هذه الظاهرة تقريبا مش موجودة عنا أبدا من التربية والتعليم والبيت والأهل والمدارس والتعاون بين السكان في جوليس لسنوات عديدة جدا عشرات السنوات وعشرين وثلاثين سنة من يوم مقامة جوليس في تعاون طبعا في هذا الاشي لحد أنه إحنا أنا رئيس مجلس 24 سنين ما سمعتش تقريبا ولا ظاهرة عنف جوليس فهي الفترة بين سكان البلد نعم ولكن لا ينقص في المجتمع العربي كل موضوع السلام والإلفة والتكاتف زي ما حضرتك ذكرت ولكن هل ممكن في بعد أسباب ممكن مش موجودة في باقي البلدات للأسف الشديد أنا بفكر أن هذه الظاهرة ظاهرة العنف في المجتمع العربي الأساس تبعها هو فئات معينة في المجتمع اللي تسيطر على المجتمع العربي كله وعلى القرى وأيضا على قسم من المجالس المحلية إحنا بنحكي على فئات معينة من المجتمع العربي اللي يعمل كل هذه الظاهرة العنف في المجتمع العربي والضوء لازم يسلط لهذه الفئات نعم بس حضرتك رئيس مجلس أكيد لك تأثير على كل موضوع وأكيد يعني في تعاون مع المؤسسات مثل الشرطة المؤسسات الحكومية فإيش ممكن ينعمل في هذا الموضوع في هذا الموضوع أولا إحنا لازم نعمل برامج برامج طويل اللي يبلش من الجيل المبكر الصغير وحتى الجيل في المدارس والمدارس الإدادية والثانوية برامج اللي إحنا نعطي الأولاد فيه الصفات المميزة نحكي عن الموضوع نحاول نشوف وين في مشاكل في هذا الموضوع ونعالجها في كل جيل وجيل وطبعا لازم نحافظ على المجتمع طبعنا من تدخلات خارجية لأنه فيه تدخلات كثير خارجية اللي بتفوت على القلب القرية أو المجتمع وبتعمل هذه التخريبات نعم ذكرت موضوع زيادة توعية بهذا الموضوع بعد أيام على افتتاح العام الدراسي الجديد وبما أنه حكيت عن التربية والتعليم وموضوع التربية والتعليم في البلدة في سلم أولوياتك كيف يتم ترجمة ذلك على أرض الواقع؟ أنا أفكر أن مجال التربية والتعليم هم من أهم المجالات الموجودة اليوم عند رئيس المجلس أعضاء المجلس وإدارة المجلس المحلي في جوليس كان في قفزة نوائية هائلة في الأربع السنوات الأخيرة في مجال التربية والتعليم لأن لما بيأي المجلس المحلي ورئيس المجلس المحلي وعضاء المجلس المحلي بيحكوا عن موضوع التربية والتعليم يوم يوم وجمعة جمعة وفي كل لقاء وبيعملوا أرض الواقع وبيستثمروا في هذا الجهاز نحن نرى أن هذا الجهاز يرتفع أول شغل اللي أنا عملته في جهاز التربية والتعليم أنه قلت أن السياسة بتاعت المجلس المحلي وتاعت رئيس المجلس المحلي لازم تطلع من هذا الجهاز يعني لا تدخل للمجلس المحلي في موضوع التربية والتعليم حتى تعيين مدراء حتى تعيين شركات للمدارس من أهم المواضيع اللي يجب أن تنعمل في المجالس المحلية أن السياسة تطلع والتدخل تبع المجلس ورئيس المجلس في هذا الجهاز لازم يكون قليل جدا أول شغلة عملت أنا في 2019 كان هنا المدرس الإعدادية والثانوية في المجلس المحلي تحت إدارة المجلس المحلي فأنا أجيت في 2019 أول سنة في المجلس المحلي قلت إحنا لازم ننقل المدارس من المجلس المحلي لشبكة مهنية اللي تعتني في هذا الجهاز وتديره فاخترنا شبكة دركة يومتها في 2019 كان فيه طبعاً في البلد شوية تشاورات وشوية أشياء شوية تخوفات ولكن إحنا منشوف نتائج اليوم إذا نحن منحكي أرقام من 70% تقريباً لـ 100% بقروت نعم نتائج تحقيق إحنا منشوف أنه الصفات الإخلاقية والإجتماعية عند الطلاب عالت جداً نحن نرى أن الأقليم في داخل المدرسة من ناحية أولاد ومن ناحية المعلمين ومن ناحية المدراء موجودين في أعلى المراتب اليوم وأنا بقول أن الجهاز التربية وتعليم في جولس من أعلى المراكز الموجودة اليوم في المجتمع العربي نعم يجدر بالذكر مدرسة داركا ياركا اللي اعتلت طبعا القمة في موضوع التحصيل للبقروت فأنا بفهم أنكم نفس الشبكة نفس الشبكة تمام خلينا نتقدم المشاريع التي قدنتم بها مجال بناء المؤسسات التربوية سواء مدارس أو رياض أطفال يعني كان مدرسة موجودة أنا بعرف أنه رياض الأطفال رممتم وأضفتم نحن نحكي على المجلس المحلي نعم فات على عدة مجالات في 2019 وأنا بقول كمان في جهاز التربية وتعليم ومجالات عدة القفزة النوعية اللي كانت من ناحية إنجازات على أرض الواقع في أربع سنوات تقريبا بدون مبالغة أكثر من ثلاثين سنة اللي كانت في جولس وهذا الأشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي العمل وننفذها سنة سنة عساس نوصل للإنجازات اللي حكينا اللي أمنحكي فيها نعم لكن التخطيط ممكن يكون الرؤية المستقبلية للأمد البعيد بدها ميزانيات بدها تخطيط بدها مستشارين مختصين هل اليوم رئيس المجلس طبعا يحتاج إلى هذا الكادر هل هذا الكادر موجود في مجلس جوليس أولا أنا بقول الجسم السليم في العقل السليم أي أول خطوة أنا خطت المجلس المحلي مع مراقب مرافق من وزارة الداخلية في سنة 1998 وزارة الداخلية فقدت الثقة في المجلس المحلي وفي إدارة المجلس المحلي فمن 1998 حطت مراقب مرافق للمجلس المحلي اللي كان لازم يمضي ويشارك في أي قرار للمجلس المحلي إيش اللي عرق لكل المشاريع وكل الانفتاح تبع المجلس المحلي الإنجازات نعم فأول شغل نحن عملناها في سنة 2017 كيف نحن نجيب الإدارة السليمة للمجلس المحلي ونرجع الثقة بين المجلس والإدارة للدولة إلى وزارة الداخلية عملنا كثير كثير شغل في هذا الموضوع العجز المالي سكرناه عملنا بننا مستشارين للمجلس المحلي لحد سنة المجلس المحلي في تاريخ في شهر 12 2022 وزارة الداخلية قامت في مهنيين وزارة الداخلية فحصت المجلس المحلي 2016 و2020 و2021 وقررت حان الأوان أنه يطلعوا المراقب المرافق من المجلس المحلي ويعطوا استقلال تام لرئيس المجلس لعضاء المجلس لدارة المجلس في إدارة المجلس المحلي بدون أي مشاركة من وزارة الداخلية فالثقة اللي أعطتها الدولة لإدارة المجلس المحلي هي كانت أول خطوة للانفتاح والإنجازات العظيمة اللي قمنا فيها في جوليس الثاني إش اللي أنا بدي أحكي عنه هو المرونة الاقتصادية تعت المجلس المحلي فإذا إحنا بنحكي على إنجازات أو على مشاريع أو تربية أو تعليم بدنا إحنا ميزانيات وفي فكرة خاطئة عند الجمهور أو السكان إنه هاي الميزانيات هذا شيء غير صحيح لأن المجلس المحلي لازم يشتغل على رفع الدخل الذاتي تبعه اللي عم نحكي عنه الأرنونة أرنونة أو أشياء أخرى مثل مثلا في جوليس في جوليس مثلا حطينا أسقف شمسية على كل المباني العامة اللي المجلس المحلي راح يأخذ حوالي المليون شاكل في السنة دخل ذاتي ولما الدولي شافت إنه ممكن إحنا نوصل هذا الدخل الذاتي ساعدت في ميزانيات عساس نعمل الأسقف الشمسية بس أنا أعرف أن أنا عندي مليون شاكل في السنة كل سنة لاستثمار في جهاز التربية وتعليم بس كيف ممكن نستثمر يعني حذرتك فكرت خارج الصندوق وقلت الأرنونة مش مكفية ولا الميزانيات اللي عم توصل الحكومية من مكاتب الحكومة ما مكفية يعني الميزانيات أو المشاريع لتغطية المشاريع والإنجازات اللي أنتم مخططين لها لكن أنتم فكرتم من خارج الصندوق وجبتوا كل موضوع الاستثمار للبلدة التكنولوجية فكيف أش ممكن بعد جوليس أو بلدة مثل جوليس تعمل أنا أفكر كل رئيس مجلس وكل مجلس محلي وعضاء مجلس يطلعوا حواليهم لما أطلعت حواليه في جل أقل جوليس لقنا في كم للجيش الدفاع الإسرائيلي موجود كيلومتر جوليس أو أقل شوي وفي شرق جوليس ولكن شو كيني عامل الدولي دولي كيني عامل أنه هذا الكم لا يربط في أي سلطة محلية وبدفعش أرنون ولا لا أي سلطة محلية بعد ما احنا توجهنا لوزارة الدخلية وعملنا محاورات مع وزارة الداخلية في 24 ثمانية 2022 وزيرة الداخلية مضت على أمر أنه الدولة تدفع أرنون عائدات عائدات أرنون من معسكر للجيش في منطقة تيفن في منطقة تيفن 2 مليون تقريبا 2 مليون و400 ألف شكل كل سنة لكل الحياة لدخل الداتي المجلس المحلي يمكن الناس ما بتستوعب هذا المبلغ قديش بساعد المجلس المحلي في الاستثمارات وفي الخدمة للجمهور والسكان يعني احنا مثلا ما كانش عنا قسم بسطن موظفين الصيانة للمتالكات العامة كانت كثير كثير سعبة كنا نعمل مشروع ويعملوا مشروع بعدين 3-4 شهر هذا المشروع من يمكنش مفوت عليه لانه فيش في سيانة بس اليوم مع رفع الدخل الذاتي ومع تعزيز المرونة الاقتصادية تاعة البلدة احنا اليوم نستطيع نيجي احنا نعمل كل الشغلات هاي من توظيف وعمال وطبعا خدمات كثير كبيرة لسكان البلد بعد انخضاع اكثر من نصف فترة على توليك منصب رئيس المجلس المحلي في جوليس ما هي ابرز الانجازات التي قمتم بها غير طبعا اللي حكينا عنه كثير انجازات يمكن اتقعد هنا اكمساعة اعد كل الانجازات ولكن في اشياء مصيرية لانعملت لجوليس مثلا انا فحصت الممتلكات العامة تبعت جوليس المباني العامة تبعت جوليس واهل جوليس فاكتشفت انه كل الممتلكات العامة مثل المدرسة الاعدادية والثانوية مثل المدرسة الابتدائية الف مثل الروضات مثل المركز الجباهيري مثل الميتم كل الممتلكات هاي موجودة في ملكية اجسام اللي هي مش المجلس المحلي ومش اهل البلد احنا كمجلس محلي منستأجر هاي المحلات كل خمس سنين او كل عشر سنين في استئجارات مع انها مباني عامة وتخص اهل البلد كلها وانبنت من ميزانيات للبلد فاول شغلة احنا ملناها في هذا الموضوع انه نقلنا حق الملكية في كل المباني العامة هاي في كل الروضات والمدارس من الدولة قسم طبعا كان على اسم الدولة للمجلس المحلي والأهل البلد وقسم ثاني كمان كان الواقف او الحسنة او اجسام اخرى خارجية اللي احنا نقلناها لملكية المجلس المحلي هيك احنا امننا المستقبل طبع الاطفال وطبع السكان انه هاي الممتلكات هي ممتلكاتنا وكل استثمار بيكون في هاي الممتلكات واستثمار لكل اهل جولس واطفال جولس اشي كثير انجاز 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 عظيم اللي احنا عملنا مش بس المنطقة السيناية نوصى منطقة السيناية بعد شوائل نعم انجاز كبير هو في التخطيط والبناء انا حكيت اول اللقاء على الرؤية طويلة المدى فالتفكير طبعا انا كيف انا وعضاء المجلس طبعا منشوف جولس كيف قلت في سنة 2035 المسطح تبع جولس اول شي كان في معارضة قالوا انه في كثير اراضي في قلب جولس اللي هي مش مستغلة نعم هذه المشكلة نعاني منها يعني ومن ضغط الارض والمسكن في كل بلداتنا العربية يعني اكيد بهمني اسمع كمان اي شي قدرتوا تعمله اذا كانت في وسط البلدة وفي وسط الخرطة الهيكلية للبلد انه تكون اراضي اللي هي مش موجودة في ملكية اهل البلد لانه عادة احنا متعودين انه عادة الاراضي او المسكن او البيوت هي على ارض خاصة اول شغلة لما رحنا كيف قلت قالوا استغلوا اول اراضي اللي موجودة عنكم اللي فاضي اللي فش علي اعمار وبعد انتعال اطلبوا توسية المسطحة تاع البلد فاخذنا كل البلد كل البلد واخذنا كل قطعة الف البلد وحطناها على اسم العائلة اللي تملكها واخر اشي احنا اكتشفنا فرجينا وزارة الداخلية انه اغلب او كل الاراضي تقريبا اغلب الاراضي اللي موجودة اليوم الخاصة هي في ملكية عائلة او ثلتين وكل البلد او كل سكان البلد فاقم فيش اند اراضي اللي ممكن انه تبني عليها بيوتها وتسكن فيها هذا الاشي جاب الدولي انه تعطينا توسيع كبير جدا للخارطة الهيكلية تبعي جوليس الخارطة الشاملة اليوم اضافت لجوليس 1053 دنم عمار يعني قسائم بناء الازواج الشابي للازواج الشابي وطبعا توسيع كمان اراضي اللي هي خصوصية جوليس كانت 1680 دنم ارض الخارطة اللي احنا حصلنا عليها والانجاز اللي كان اضافنا 1053 دنم للعمار واضافنا 244 دنم للمنطقة الصناعية والتجارية في جوليس ولكن هاي هي الاراضي تابعة للمنهال يعني دائرة اراضي اسرائيل ولا الان استهي في ملكية مجلس جوليس المحلي بعد ما احنا قلنا بدنا 1053 دنم رئيس المجلس وعضاء المجلس بلشنا نفحص وين الاحياء او وين الاحياء الجديدة اللي بدنا نعملها نعم فكان مهم جدا ان احنا نلاقي اراضي اللي ترتبط او في ملكية دولة اسرائيل ان نفوتها على مسطح القرية عشان احنا نحل ازمة السكن في جوليس للازواج والعائلات اللي فيش عمد اراضي الانجازات الكبيرة اللي كانت ان احنا قبل تقريبا اربعة تشهر خمس تشهر وزعنا ميتين واثنى وحدة سكن من الدولة للازواج والعائلات اللي فيش عندها اراضي اسمها حي البطيخة حلو قبل شهر تقريبا تصادق على خارطة هاي الكلية مفصلة اللي فيها مي وعشر دونام اللي هي الحارش الشمالية لجوليس اللي في المي وعشر دونام تقريبا فيه ثلاثين أو خمس وثلاثين دونام للدولة اللي هي تقريبا مية مية وعشر وحدة سكن للازواج اللي فيش عندها اراضي وفي الشهر القادم في عنا احنا مصار بلشنا فيه طبعا قبل سنة ونص أو سنتين مصار اسمه فاتمال اللي مية وسبقين وحدة سكن للازواج الشابة والعائلات اللي فيش عندها اراضي اغلب هاي الحي اغلب الاراضي اللي غاد هي لدولة اسرائيل وراح توزع كقسائم شكن لكل الاهالي او كل العائلات اللي فيش عندها اراضي نعم كتخطيط سريع نعم ماذا بخصوص الرياضة الشباب حكينا عن موضوع التربية المنهجية خلينا نحكي عن التربية اللامنهجية اللي هي لا تقل اهمية انجازات واسعة جدا في هذا الموضوع لما اخذنا المجلس المحلي مكانش في قسم للرياضة في المجلس فيش فيش قسم رياضة فيش ولا اي شخص في المجلس المحلي يعتني في رياضة فاقامنا احنا قسم رياضة في المجلس المحلي اللي اليوم هو يعتبر من افخم وأكبر المراكز الموجودة جبنا إحنا مركز أو الطفولة المبكرة التعليم الطفولة المبكرة أقيمها في جوليس لأول مرة قبل سنتين قمنا قسم الطفولة والشباب مخلقتي لديم في نوار اللي كانت في جوليس أقمنا مركز للشبيبة مركز تيريم لأول مرة في جوليس أقمنا نوادي للنساء ثلاث نوادي للنساء حسب الأجيال تبعيتهم اللي موجودين تقريبا ثلاث مرات في الأسبوع أخدنا المركز الجماهيري اللي بيعطي كثير تعليم بعد الظهر وقرمنا لأول مرة من الدخل الذاتي اللي عالي عند المجلس المحلي قرمنا لأول مرة في تاريخ جوليس أنه إحنا نستثمر كمان ونعطي ندعم المركز الجماهيري في مبالغ أكثر من نص مليون شكل على أساس أنه المركز هذا يعطي التعليم اللامنهجي بعد الظهر لكل المجتمع في جوليس كل الاحترام هاي النشاطات والفعاليات طبعا اللامنهجية والثقافة والاشي الحلو كمان اللي صار في جوليس وبكنش في جوليس أنه أقمنا نوادي لذوي الإحتجيات الخاصة اللي كانت هاي الفئة أو هاي اللي منحكي إحنا على أطفال أو أولاد ومنحكي فوقية الواحد وعشرين سنوات وأشوف قديش إحنا منستثمر في هاي الفئة الكثير مميزة أقمنا نادي لكل ذوي الإحتجيات الخاصة فوقية الواحد وعشرين سنة وأعطنا محل كثير حلو مع كثير فعاليات اللي أنا كمان باصل وأعرف كل واحد وواحد فيهن كصاحب والاستثمار في المجتمع وفي هاي الفئات هو كثير موجود اليوم في جوليس أنا بغض رأقول إن المجتمع اللامنهجي أو الأشياء الفعاليات اللامنهجية اليوم في صورة كثير كثير عالي في قرية جوليس حلو، المحامة ويسام نبواني رئيس مجلس جوليس أي مشروع هيك بتحلم تطمح في تحقيقه في بلدك؟ سؤال صعب كنت تحلم فيه كمان كمواطن، اليوم أنت رئيس مجلس ممكن تخطط للأمد البعيد وتحققه؟ أنا بدي أشوف جوليس كمنطقة اللي تجذب لقلب البلد كثير من الزائرين اللي موجودين برا اليوم إذا أنا بدي أبرم في قلب جوليس لدينا مباني مباني من سنة الـ 1500 والـ 1600 والـ 1700 مباني التاريخية كثير كثير جميلة يعني ممكن تكون بلدي سياحي اللي أنا رايح اللي إحنا عم نحضر خطة كبيرة جدا لترميم كل هذه المباني وإحنا نقلب قرية جوليس لقرية سياحية كبيرة جدا مش مزير كتجارية، الا السياحية اللي إحنا بنقدر نستعمل كل هاي الأشياء عساس نرفع المستوى تبع البلدة من جميع النواحي كل بلدة بمنيزها إشي أكيد يعني للسياحة إلها مكانها للتجارة كمان في إلها المحل تبعها شعرت من خلال يعني السلقاء أنه رئيس المجلس بيوصل طبعا على مجلس محلي فيه كثير شوائك فيه صعوبات فيه تحديات قدش لازم يكون أو أعطيني الصفات لرئيس مجلس اللي لازم يكون عنده هاي المهارات يبني مهارات اللي هو ما كان متعود عليه حضرت لكل محامي يعني ما إجيتش من السياسة ولا كنت عضو مجلس محلي كنت مستشار قانوني لمجلس المحلي فترة ثلاث سنين بس أنا بقول الصفات المهمة جدا لرئيس مجلس المحلي الجرأة والقيادة والقرارات اللي ممكن في الأول تكون ضد الطيار اللي ماشي في قلب البلد فالأشياء اللي موجودة اليوم عند رئيس مجلس مجبور ياخذ قرارات سابة اللي ممكن تكون سابة للجمهور في الأول بس هاي القرارات هي بتأخذ الجمهور للطريق الصحيح اللي احنا نشايفينه في الأفق نعم في الأفق نعم هذا الاشي بشكل خطر معين طبعا رئيس المجلس أكيد يعني ممكن يكون عندك أعضاء مجلس اللي يكونوا معارضة ممكن انت عبت قولي ضد عدة الطيارات اللي هي سياسية لا شك لا شك ولكن هاي الصفات اللي احنا لازم يتحلى فيها كراساء مجالس إذا احنا بنا نقدم المجتمع وبنا نتقدم في المجتمع ونترك نترك التفكير اللي صرنا فيه 20 أو 30 أو 40 سنة على سبيل المثال انتخابات في المجالس الدرزية أو العربي أو الغير يهودية احنا بنتطلع اليوم على عائليات عائلات بنتطلع على قرابة بنتطلع على أشياء اللي هي ما بتتعلق في مهارات رئيس مجلس وما بتتعلق في مستقبل رئيس المجلس المحلي أو القريب بعدنا في المبدأ العائلي فأحد الأشياء اللي أنا عملتها في جوليس تقريبا العائلية بطلط موجودة تقريبا إحنا موجودين اليوم في وضع إنه الشباب تبع جوليس والعائلات تبع جوليس بتتطلع المجلس المحلي كمجلس بلد أنت تقصد أما على الجيل الجديد على الشباب ولا تقصد على كل مواطني جوليس كل المواطنين اليوم في جوليس بيعرفوا إنه في مجلس محلي اللي هو لأهل جوليس كلها ومش لفئات معينة ولا فئة بتأخذ اليوم أكثر من فئة أخرى فإذا إحنا بنعمل هذا الشغل دايما في السنين مش في فترة شهر أو شهر إلا في السنين وبيكون قسم من سياسة رئيس المجلس إحنا بنقدر نوصل مستوى أعلى طبعا بكثير وبنقدر إحنا نبني شباب للمستقبل اللي يكونوا قياديين للمجلس المحلي في مهارات لأن المجلس المحلي اليوم مش محلي اللي هو هوين إذا إحنا بدنا نتقدم في التربية والتعليم وفي الأشياء الكثير الموجودة اليوم إحنا لازم نكون مع مهارات كثير كثير عالي عالي جداً وهي الأشياء إحنا لازم نبنيها كمان عندي الشباب عندنا نأخذ شباب نعطيهم قيادي نعلمهم قيادي نعلمهم كيف يأخذوا قرارات ونجيهم للمساري اللي ممكن بعد خمس سنين وعشر سنين وعشر سنين وعشر سنين يفوتوا على السياسة وعلى المجلس المحلي ويقودوها لمحل أفضل من اليوم ومش نظننا في عائليات وفي أشياء عندك مشروع كهذا اللي تحدث عن القيادي للشباب طبعاً أولاً أنا كرئيس مجلس دايماً بعطي مثل للآخرين يعني أنا في السنوات هاي مع كل الضغط اللي موجود في المجلس المحلي مع كل الإنجازات ومع كل الأشياء اللي عملنا في المجلس المحلي وأشياء كثير حلوة كثير حلوة في جوليس أنا بنفسي دايماً بتعلم يعني أنا قبل الجمعة بلشت في مصار مركاز منديل لمن هيقوت سيبوريت بتسفون الغاد بتعلم كمان قيادي ومتعلم قيادي حسيني كاملي أنا في المجلس المحلي في كل الأقسام قسم الشبيبة وقسم الأطفال منعطي دورات قيادي للشباب إحنا في مركاز تيرين مثلا منعطي دورات للقيادة للشباب ودائماً من قولهم إشي واحد الجرأة والقيادة والقرارات لازم تكون كثير كثير نعم الوقت يداهمنا قبل طبعاً ما نسمع منك كلمة أخيرة حبي أسألك سياسياً يعني إحنا قريبين الآن من الانتخابات للكنيسة إيش رائك في هذا الموضوع وبعد سنة في انتخابات محلي هل المجلس المحلي هل بدك تترشح هل تحلم في الكنيسة يعني وين هيك عم بتخطط؟ أولاً أنا أفكر أن رئيس مجلس محلي مع الإنجازات الموجودة اليوم على أرض الواقع في جوليس فترة زمنية للخمس سنين لا تكفي التخطيطات والمخططات والمشاريع يعني إحنا مطلع اليوم على جوليس نفوت اليوم على جوليس نعرفهاش بالنسبة لقبل 2019 اليوم المدخل جوليس من أحلى المداخل الموجودة عندنا في كل الدولة مش بس في القرى العربية والدرزية نشوف إحنا التوسيع الشوارع الأرصفة الترميم البناء الجديدة البنية التحتية الأشياء كثير كثير حلوة ولكن التخطيطات للمستقبل تخطيطات كبيرة جداً الموضوع مش واحد يكون رئيس مجلس الموضوع إحنا كيف منجيب البلد لمستوى أعلى فأنا رايح راح أقود البلد لبعد فترة زمنية من خمس سنين عساس نخلص كل الإنجازات اللي إحنا بلشنا فيها بالنسبة للكنسة قسيمة يعني مش كثير كيف الاستطلاعات اليوم كمان عم بتشوفها يعني هل بتشوف كمان المواطنين بدهن يطلعوا على التصويت ولكن النسبة لأنه اليوم النسبة بتدل على يعني أنا عم بشوف اليوم إن الدولي والأحزاب في الدولي عم بال شوي تبعد نعم المجتمع الدرزي والعربي في لا مبالاة لا مبالاة من المجتمع الدرزي والعربي وأنا بفكر إنه هاي خطأ خطأ لكل الأحزاب إنه آخر المسار لازم يكون كلنا مجتمع واحد وكلنا نتعاون مع بعنا للأسف الشديد المجتمع الدرزي المجتمع الدرزي اليوم تقريبا مش موجود في أي حزب نعم وهذا إشي خطأ لكود كل حياته أو كل الأوقات كان مع عضو لكود أو حزب العمل أو مارتس أو مارتس كل اليوم بس إحنا شايفينه إنه هاي كل الأحزاب اليوم عم بال تطلع الأعضاء الدرزية أو العربية بشكل عام ولكن حمد عمار موجود يعني أنا بتمنى إنه موجود في رقم ستة أنا بتمنى إنه ما حدا بيعرف إنه بيوصله خمسة أو ستة صحيح طبعا بتمنى النجاح لكل كلمة تريد أن توجهها لأهالي بلدك هاي الكاميرا تفضل ووجه لمواطني جوليس إيش بتحب من رئيس المجلس المحلي أهالي جوليس العزاء والأحباء جوليس اليوم موجودة في فترة استثمار وانفتاح كثير كثير حلوة أنا بتشكركم على كل التعاون اللي بتعطوني إياه إليه الأعضاء المجلس المحلي لأنه الإدارة في المجلس المحلي هي رئيس مجلس وعضاء مجلس بتمنى لكو سنة حلوة بتمنى إنه تشوفوا كل المشاريع الموجودة في جوليس وبتمنى التعاون منك وعساس إحنا نتقدم لمستقبل أفضل بوعدكو إنه دايما المصلحة العامة وبس المصلحة العامة ومصلحة أهل جوليس وأطفالنا تكون قدام عينيه وقدام عينيه الأعضاء المجلس المحلي كل الاحترام نحن نشد على أيديكم المحامي ويسام نبواني رئيس مجلس محلي جوليس شكرا لك ونتمنى لك التوفيق والنجاح في مهماتك القادمة شكرا لك مياد وبتمنى لك النجاح التام في كل شيء تعملي شكرا